يعني الحقيقة من الكلمتين الكلمة التي ألقا أبو مازن وكلمة التي ألقا أسماعيل هنية يبدو أن المواقف مازالت متبينة يعني أبو مازن يريد توحيد الفصائل كلها تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية بينما هنية طرح فكرة إعادة هيكلة المنظمة وفقا على الانتخابات وتوافق أبو مازن طرح فكرة المقاومة السلمية وتوحيد السلاح أيضا بينما حماس طرى أن المقاومة المسلحة شرطا للتحرير ولا بديلة عنه في ظل الانتهاكات الإسرائيلية أبو مازن يرى أن الانتخابات يجب أن تحدث ولكن بشرط مشاركة المقدسيين وإسماعيل هنية وده طبعا السبب الذي توقفت بالانتخابات لأنه إسرائيل لا تسمح للانتخابات أن تحدث في القدس الشرقية بينما يرى إسماعيل هنية على أهمية إجراء هذه الانتخابات دون إبطاء وأنها الأساس للشراكة السياسية بين الفصائل السلطة وحماس يتعرضان أيضا بصورة واضحة في مسألة استمرار المفاوضات مع إسرائيل أو تحريك عملية السلام لأنه إسماعيل هنية يتحدث على إنهاء مرحلة أسلو التي مهلت المفاوضات بينما صحيح أنه السلطة الفلسطينية وقفت أي تفاوضات أو مفاوضات مع إسرائيل ولكن فيه برضو علاقات بين الطرفين وفيه ربما تحريك محاولة لتحريك عملية السلام فهنا هنا قدام تباين واضح بين الجانبين